من الإشكالات الأساسية في عدم تنزيل مقتضية القانون الإطار هو أن مجموعة من الملفات دات الصيلة بالسياسات العمومية أحياناً يمكن أن تكون تحت دائرة البطلان من ناحية القانونية هذا هو يعني لا تريد أن نفتح الملف للنظام الأساسي في القطاع التربية الوطنية النظام الأساسي للأساسي في القطاع التعليم العالي إلى آخره هذه كلها جاءت مثلاً المفروض أنه النظام الأساسي للأكاديميات متعدلش فيه مادة رأى نظام والقانون تقول أنه تديرها خص إعادة النظار في القوانين اللي شار لها الأستاذ اللي يستدي القوانين ما يمكن شيء ندير القانون ديال التعليم العالي بلما نخرجوا القانون 0-01 لأنه يستندوا إليه حي لا بغيت تقولك نخرجوا واحد القانون جديد واحد النظام الأساسي جديد بنعلى قانون قديم في الصلاحية ديال الجامعات في المهم ديالجامعات في المهم ديالأساتيدة بتكون الآن رحنا ندخلنا للجامعات الافتراضية وتخلنا للتعليم عن بعد وتخلنا لواحد العدد ديال الأشياء متعلقة بالبحث العلمي واللي هي مرتبطة مباشرة بالنظام الأساسي للأساتيدة إذن ممكنش تغير نظام الأساسي للأساتيدة بلما تغير القانون 0-01 ممكنش تغير نظام الأساسي ديالأساتيدة في التعليم الثانوي كده دون أن تغير القانون 0-07 ديالأكاديميات الجامعات الشريكة اليوم اللي هي خارج القانون 0-01 لحد الساعة كلها يتم إنشاؤها بقوانين خاصة ما علاقتها بالقطاع للتعليم العالي الأخري في إطار الجميع را كنا نتكلموا واحد شكل كبير جدا على الجميع إذن أخشى أن تكون مجموعة من القوانين إذا بين القوسين شي متضرر مشاطعا أمام القضاء في مقتضية القانون يمكن أن يكون تحت دائرة البطلان لعدم وجود احترام تراتوبية القوانين وهذا طبعا بالنسبة لي الدور الكبير جدا هي الأمانة العمالية للحكومة اللي هي يخصة تكون حارصة بوحد شكل كبير جدا على تراتوبية القوانين ممكن شي مرسوم يستند إلى قانون قديم بس يخرج القانون يعد يخرج المرسوم وهذا من الإشكالات الأساسية التي سيطرحها تنفيذ القانون ويمكن يكون محل نزاعات كبيرة جدا مع النقابات أو مع الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين فيما يتعلقوا بتدوير القطاعات للتعليم بصفة عامة ثم رجاءا أن تعود المنظومة إلى منظومة بمعنى تولي بحل اللي كان في السابق لأننا اشتغلنا بوحد شكل في واحد نوع من الأرياحية والإنجاز اللي فيه وزارة واحدة مع قطاعات متكاملة تدبر نفس المنظومة ثم أنا في تقديري لابد من العودة إلى اللجنة اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنزيل الإصلاح لابد أن تعود مرة أخرى لإنعقاد بتنسيق السياسات الحكومية ذات الصلة بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وربما هذه الخطوة اللي يمكننا أن نرد بها القطار إلى سكة القانون الإطار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر